تعالى روح لخبر تاني حلو وهو بشرة لأهلين واخوتنا المصريين الذين يعملون بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أكدت وزارة القوى العاملة أنه سلطات المملكة العربية السعودية خدت قرار بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة بإذن الله من دون رسوم من دون إيه؟ رسوم مفيش مقابل مالي لحد يوم 31 مارس 2022 يعني قدامنا فبراير كله وعندنا مارس كله شهرنا هو ماشي؟ إحنا لو تتذكروا كان آخر معاد كان هيبقى بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى بكرة إيه؟ لا بكرة هيبقى الحد بعد بكرة يوم الاثنين 31 يلاير فتم تمديد المهلة لحد بإذن الله سبحانه وتعالى 1 مارس ده بموجب توجيه من العاهل السعودي صاحب الجلالة الملك سلمان عبد العزيز آل سعود ده جيب المناسبة ضمن تقرير طلقاء وزير القوى العاملة معالي وزير محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالي في القنصلية العامة المصرية بالرياض المملكة العربية السعودية الشقيقة ده في إطار متابعتنا لأحوال العمالة المصرية بتاعتنا أهلينا اللي بيشتغلوا هناك وده من خلال غرفة عمليات شغال 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع ترد على أي استفسار وتقديم أي دعم ومساعدة لأهلينا اللي موجودين هناك من عملتنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة خصوصا طبعا زي ما أنتم عارفين بعد انتشار موضوع كورونا والحدوتة دي